دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبزم والحوار بلا جدال فيه التوسط في الأمور والاعتدال ديننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال منبر الثقافة والعلم والدين في كل مكان في مصر والوطن العربي أسعد الله أيامكم بكل خير الحمد لله الذي خلق فسوى الحمد لله الذي قدر فهدى الحمد لله الذي أخرج المرعى لقاء جديد وبرنامج هذا ديننا وفارس من فرسان السنة في مصر فضيلة الدكتور فرج العدلي باحث الدكتوراه في الفقه المقارن وأحد فرسان الأزهر الشريف عالم العلماءنا الأفاضل عشان نتكلم معكم النهاردة في موضوع هو الأجمل مكانة المرأة في الإسلام أتمنى إن شاء الله يكون لقاء طيب فضلت الدكتور أهلا وسهلا بيك وهذا اللقاء الممتع اللي أنا متأكد إن شاء الله إن احنا حنسعد بيه مع حضرتك وأعلم إنك من المدافعين عن المرأة وحقوق المرأة أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك دكتور وربنا بارك في حضرتك في القناة وده شرف كبير هذه الاستضافة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك البلاد والعباد كما تجون في كل مكان بالخير إن شاء الله ربنا يحفظك وبرك فيك وإحنا بنتكلم على مكانة المرأة في الإسلام الحقيقة هناك هناك كلمات ومواضيع كثيرة ولكن نريد أن نؤصل أن الإسلام جاء ليرفع المرأة إلى مكانة عالية وذلك يحتم علينا أن نحن نتكلم عن المرأة قبل الإسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فكما يقول أهل العلم وبضدها تتميز الأشياء الله فإذا أردت أن تعرف مكانة المرأة في الإسلام فعليك أن تلقي نظرة سريعة في السقافات والحضارات التي سبقت الإسلام نعم كيف كانت تتعامل مع المرأة فلو نظرنا مثلا إلى المرأة أيام اليهودية اليهود ما كانوا يعتبرون أن للمرأة مكانة ولا حقا سوى أنها متاع يستخدمونها كيف شاءوا بلا ضوابط وبلا أي أطر تحافظ على كرامتها أو مكانتها أو زمتها أو أي شيء وكانوا يعتبرونها من الأشياء التي تصيبها النجاسة أعزكم الله جميعا نعم فإذا جاءها الحيض أو النفاس طردوها في قبة بعيدة خيمة تقيم فيها حتى تطهر فلا تخالط أحد ولا تمتزج بالناس ولا يمسها أحد فهي شيء مستقذر ملقى به بعيدة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه الشريف في حجر عائشة الله أبو وهي حائض الله أبو ويرتل القرآن الكريم ولما شربت السيدة عائشة رضي الله عنها من الإناء نعم وهي في عقلها وقلبها أن المرأة في وقت الحيض بها وبها أرادت أن تبعد الإناء عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ليشرب من مكانها انظر إلى الفارق المرأة كانت قبل الإسلام تعامل معاملة المتاع يعني ممكن إتنين يبقوا قاعدين تديني بنتك أتجوزها وأنت تديني بنتك طب المقابل كام هو كده هي دي مكان دي إيه رأيك خلاص ماشي ما فيش مشكلة لا ينتظر رأيها ولا يفكر حتى هي هتقبل ولا مش هتقبل الموضوع خلصان بعد الإسلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول البكر تستأمر الله أكبر وتستأزن طيب لو كانت البنت موافقة يبقاها تسكت وترى في وجهها السعادة طب لو بكت يبقا مش موافقة مش شرطة تقولك مش موافقة طب لو قالت مش موافقة خير وبركة أما المرأة التي سبق لها الزواج فلها أن تختار لها أن تقول أوافق أو لا أوافق يا الله جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن أبي أهبأة أبوها اللي كان أب للإسلام بيبيعها ويشتريها ويهبها على فكرة وكان بعض الرجال قبل الإسلام يأخذ زوجته لفارس حتى تأتي له بفارس وكانت الجاهلية ساعات عشرة من الرجال يدخلوا على المرأة في يوم واحد وهي بعد كده يعني تختار من والد هذا الطفل حياة حياة صعبة حياة صعبة نعم فتأتي وتقول يا رسول يا مهانة ومزلة صحيح وحقارة للمرأة الله يفتح عليك فتأتي المرأة يا رسول الله إن أبي اللي كان بيوئدها من شوية أبل الإسلام كان بيأخذها يرمهففير ويطمس عليها الحجارة والتراب لماذا؟ لأنها تأتي بالزل والعار وتأخذ نفقة ولا تستطيع أن تدافع عن القبيلة أو عن الخيمة إذا جاء الأعداء فما هي؟ هذا شيء عبء على الأكتاف نعم فيجب علينا أن ندفنه وأن نخلص منه لكن بعد الإسلام تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبي يريد أن يزوجني من ابن عمي ليرفع بي خسيسته ابن عمي ده متسكع فقال لك نلمه طب ندله بنت عمه عشان يتلم طب أنا أخذ واحد أنت عزنت لمه يا رسول الله ينفع كده إن أنا أخذ واحد أهله عايزني لمه قال لا الله أكبر انكحي من شئتي النبي عوى السلام بقى يعطيها الحق الكامل في اختيار الزوج وفي رفض الزوج وفي يعني ألا يرغمها والدها زمان يا دكتور طارق كان المرأة إذا مات زوجها حتى لو كانت مرأة أبوه يلقي عليها سوبه يعني سمع النوال دمات دم رتبه هو الوحيد اللي أريب يروح خلع هدوم ورميها عليها بقت بتاعته أبل إخواته التنيين فإذا أعجبته تزوجها وإن لم تعجبه حبسها في المنزل لا تتزوج ولا تخرج ولا كذا حتى تموت ما هذا الأمر ما هذا الأمر في الحضارة الفرعونية الحضارة الفرعونية كان بيأخذوا البنات ويزينوها ويلفوها ويلقوا بها في النيل عشان خطر النيل يزيد أو الفيضان يزيد ويتزوجون الأخت وأمور فضيعة هذه العقل الثقافة الآشورية نعم كانت المرأة أو الثقافة الهندية كذلك لو مات جزها بتبقى شوم يعني هذه المرأة شؤ مات زوجها طب نعمل إيه بيحرقوا الجسة ثم يأتوا بها حية ويضعوها فوقه ويشعلوا النيران لتموت معه ليه ما قدرتش تحفظ عليه ما أنت لو حفظت عليه ما كانش مات تتخل مع زوجه سبحان الله وهل هي من قتله ما تعش بعده طب لو عاشت بعده مهانة مطاردة معزبة زليلة سبحان الله يا جحيم وكذلك الدولة الرومية وكذلك الحضارات كلها كانت تمتهن المرأة امتهان شديد قبل الإسلام بشوية كان أحد المشركين مع تلتميت امرأة تلتميت امرأة اليهودية كان فيه منهم اللي يتزوج تسعين وورد هذا في سيدنا سيدنا سليمان عليه السلام وكذلك الفراعنة وكذلك الفرص كان هناك أحد ملوك الفرص وكان رجلا جبارا بطاشا وكانت امبراطورية يعني تحكم بلاد كثيرة عمل قانون أن يتزوج مرأة كل يوم كل يوم يطوفوا الأرض ويأتوا بمرأة أو اتنين ويخزنوهم يدخل بها مرة واحدة ثم تطرح هذه المكانة كانت مكانة شنيعة قبل الإسلام مهانة ومزلة وتحقير للمرأة قبل الإسلام تمام كذلك الوأد الوأد وأد البنات سبحان الله يعني يعني لما يعني إحدى القصص لما تقرأها تبكي كلما مررت عليها تبكي إزاي أن بنت يعني وصلت 13 و 14 سنة وظهرت عليها الأنوسة وطال شعرها وبان جسمها وأصبحت جميلة فيقول لها يلا البسي عشان أوديكي تزوري أخوالك فيخذها ثم يعني يقول لها انظري إلى هذا البئر بئر يعني قصيرة مدفونة مفهاش مية فتنظر فيدفعها في البئر ثم يهيل عليها التراب وهي تبكي وفي رواية أخرى أنها مسحت من على وجهه التراب وهو يعني يدفنها بهذا التراب بكل قسوة بعد كده جماعة توصطوا قال يعني قلبهم حنين ونص رحمة قال لك المرأة تلد فوق حفرة قبل أن يعني نأتي للمرأة التي تلد فوق الحفرة معانا تصال من الفيوم أختنا إيمان تودى أن تشارك معانا تصال أهلا وسهلا على محضراتك يا فندم مصر الله والله أنكو تكلمت بفضل ببقى جدا عن مقامة المرأة في الإسلام أنا سمتعيزة أتواصل مع الشيخ لفكرة أن أيام الجاهلية زي مقامة المرأة قدما تكون مهانة ففي زمن هذا بردو في بعض الأظهار اللي هي مثلا هي بطل خلفة الزكور أكثر بتعامل جمالها مثلا نوع بطل خلفة لبنات يعني نقطة في منتهى الأهمية ستتكلم عن أنها وما زال حتى الآن بعض الأمور فيها مهانة لدور المرأة في المجتمع الآن وما زالت تعامل بشكل وكأننا أيام الجاهلية وأرجو أن حركت تأتي الفرصة أن نحن نلقي الدوء على هذا الموضوع ثم نعود إلى المرأة التي كانت تليف فوقها نعم طبعا لا بد أن نفرق بين الإسلام وبين العادات والتقاليد الإسلام جاء ليكون نظاما عاما للدنيا الله أجل لكن بعض المجتمعات للأسف ما زالت تتعامل مع المرأة معاملة بعيدة عن الإسلام نعم وما هو إلا اختبار من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الناس نعم هل أنتم مسلمون أم أنتم ما زلتم تعيشون في الجاهلية الأولى الله أجل فمن يمتسل نظام الإسلام وشريعة الإسلام في معاملة المرأة فيقول ها أنا زا مسلم نعم ومن يقول أو من يعترض أو من لا يعني يطبق هذه القوانين وهذه السنن الإسلامية على المرأة فهو يعلن للناس جميعا أنه جاهلي نعم وأنه من عصر الجاهلية نعم وأنه يرد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهذا خطره عظيم نعم لأن هذا الرجل الذي يصلي ويصوم ويحج ويفعل الطاعات حينما يأتي في وقت الحر الشديد ويقترب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي إذا شرب منه شربة لا يضمع بعدها أبدا رب وعدنا رب وعدنا فيقترب من الحوض بعد شدة العطش وشدة الحر فيدفع ويزاد عن الحوض فيقول أنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي يريد أن يشفع له فيقولون له لا تدري ماذا بدل بعدك لقد فعل وفعل وفعل فيقاد له سحقا 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 وينبس بعيدا عن هذا الحوض الشريط فهنا أي حد لا يطبق قوانين الإسلام على المرأة والفتاة بعد أن جاء إذن هو يعلن رفضه الكامل لهذه الشريعة المطهرة التي نزلت من فوق سبع سماوات يعني أنا فضلت الشيخ وأنا أعتقد أنه الكلام يطول عن المقارنة بين قبل الإسلام وكل هذه الشرائع القديمة والعادات وبعد الإسلام وماذا فعل الإسلام والسنة النبوية في رفع مكانة وشأن المرأة يبقى لازم أسأل حضرتك على مكانة المرأة في القرآن الكريم في القرآن الكريم نعم مكانة المرأة في القرآن الكريم يعني إذا قرأنا بعضها القرآن جاء ليتكلم يقول من آياته الليل والنهار يقول لكم الليل والنهار ده آية من آيات الله سبحانه وتعالى نعم ومن آياته خلق السماوات والأرض نعم والأبرق والأفلك والقمر والكواكب والنور وإيه تاني والأنهار والجبال إيه تاني القمر والشمس إيه تاني المرأة إذا المرأة في السياق ده ومن آياته إيه يا رب أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا هي ده آية آية جاية في سياق إيه في سياق الحديث عن الخلق السماوات وعن الأرض وعن البحر وعن الأنهار وعن النبع السلام يقول له أنتم مستغربين هو أنتم مستعجبين الدنيا دي كلها متاع الدنيا دي كلها متاع نعم بكواكبها ونجمها وأفلكها وأنهرها ويأتها وجواهرها وعسلها وكل حاجة وأحلى حاجة فيها الله وخير متاعها نعم النساء الله أكبر الدنيا نعم متاع وخير متاعها نعم النساء إيه دي يا رسول الله عظيم مش هي دي اللي كنا بنبيعها ونشتريها نعم مش هي دي اللي كنا بنهابها وكنا بنبديلها بالزواج وما كانش لها طلاق وكانت بتوأد في حفرة نعم أثناء الميلاد تنزل لو ولد ناخدها لو بنت نقطع الحبل السر في الحفرة مش هي دي لا مش هي دي دنت اللي جاهليين إنما مكانة المرأة عند الله سبحانه وتعالى نعم لما تيجي خوله بنت سعلبة نعم وتقول له يا رسول الله زوجي ظاهرني قال لي أنت عليك ظاهر أمي والزهر ما كانش لي حل فوق الإسلام قبل الإسلام خلاص تعلق لا تزوج ولا تطلق ولا يعني تكون زوجها انتهى أمرا فانتهى أمرها فتيجي تقول إيه يا رسول الله إن ضممتهم إلي جاعوا هو اللي بيصرف عليهم بصي بقى النبع السلام هيسمع الكلمة دي وإن تركتهم له ضاعوا إذا هو أنت حفظ هو أنت اللي حفظ الأبناء والأولاد والدنيا دي آه والنبي يقرها على ذلك خدني شابة وخدني ممشوقة وخدني معايا أهل وخدني جميلة لما كبر سني وساب بطني يعني البطن طلعت شوية والأهل تفرقوا الأب والأم ماتوا تلوقتي ظاهر مني يا رسول الله ربنا يقول له إيه كانت حريصة بس هي كانت حريصة على أنها تلمي البيت وحريصة قوي قوي على أن الأمور تستفر طيب ربنا يقوله سيدنا النبي يقول هناخده بس اسمحلي هنطلع فاصل ماشي تفضل ونرجع تاني وإن شوى أستاذ المشاهدين الكلام الرائع اللي أحدثك هتقوله اسمحوا لنا نخرج فاصل ونرجع لكم تاني دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة أهزائي المشاهدين رجعنا لكم تاني وضفنا الغالي فضيلة الدكتور فارج العدلي أحد علماء الأظهر الشريف ومكانة المرأة في الإسلام وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن دور ستنا خولة بنت ثعلبة وهي تتحدث مع النبي عن يعني الأمور بينها وبين زوجها في موضوع الزهار فكانت هذه المرأة تشتكي يا رسول الله كنت جميلة وصغيرة ومعايا فلوس والكلام ده وابو يا أمي موجودين وخلاني وعمامي موجودين بعد ما كبرت في السن بقى وبقيت عجوزة وبقيت مش عارف إيه ومعايا أولادي لو سبتهم لأبوهم ضاعوا ولو أنا خدتهم في حضني هيجوعوا أعمل يا رسول الله وقعدت تلحى عن نبي سيد عايشة ما كانش سامع الحوار ما كانش سامع الحوار ينزل جبريل الله أكبر عليه السلام من فوق سبع سماوات نعم لقد سمع الله ربنا بألكم بيسمعها لقد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما الله أكبر والله يسمع تحاوركما ربنا سبحانه وتعالى سمع لها نعم وربنا هيغير لها القانون الذي عاشت عليه الحضارات آلاف السمين الله أكبر خلاص يكفر وتعودي إلى حياتك الله أكبر هي المرأة نعم بعد الإسلام بقى ينزل سيدنا جبريل مسافر نعم من فوق سبع سماوات بأمر من الله الله أكبر إيه ده الله أكبر لينصفها الله أكبر يعيدوا لها الحقوق حافظ لها على بيتها ثم تغير لها القوانين الله أكبر ويشرع لها التشريعات نعم هي ده مكانة المرأة في الإسلام الله أكبر هي ده مكانة المرأة مكانة المرأة في الإسلام اللي بقى لها زمة مالية نعم تبيع وتشتري وتهب وتتصدق وتعطي من تشاء ولا يجوز لزوجها بعدما كان يرمع لها الجلبية ويقول بتاعتي بتاعتك آه بتاعتي بقى اتلأ لها زمة مالية من حقها أن ترفض الزواج أو أن تقبل من حقها أن تعمل من حقها أن تخرج مع الجيوش تداوي أو تحارب الله أكبر بل كانت المرأة ترسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حظتك عالي في الكلام نعم نعم أم عمارة الله أكبر التي ترست نعم بنفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحمل السهام نعم والنبال والرماح حتى لا يصل الأزى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الصين من حوالي تلاتين سنة رجعوا تاني وقال لك بنات إيه بقى كل واحد هيجيب عيل واحد بس قال لك طالما عيل واحد أنا هجيب والد فاتفقت المقاطعة كلها إن احنا إيه مش هنجيب بنات كل ما تيجي بنت يا يجهضوها يا تولد ويسبحوها ويأكلوها ما فيش مشكلة عندهم في الصين يعني في أكل الناس والكلام ده بعد عشرين سنة البنت اللي كانت مولدة من عشرين سنة بقى عندها عشرين سنة وتزوجت كل البنات تزوجت أبو ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر ما فيش بنات الشرع كله المقاطعة كلها اللي هي ممكن تبقى قد دولة على فكرة المقاطعة دي ما فيهاش بنات سنة جواز كل البنات تزوجت كرسة مصيبة عارف بقى يعملوا يا دكتور طارق بقى يطلعوا بالليل يخطفوا بنات من مقاطعات أخرى ودارة الحروب عرفوا أن الحياة بدون الفتاة مستحيلة يعني لا حياة بدون المرأة طيب ما عايزين زواجوا عايزين أولاد ما فيش قامت الحروب رح تصنع عملة إيه أقر عادت إلى كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى قالت لهم الواحد ليه أول عيل ولد أو بنتي بس ما تختارش إنت ربنا اللي يختار هم ما قالوش ربنا طبعا بس قالوا أول مولود يولد ترضى بي ولد أو بنت عشان خطر اللي اتنين مهمين واللي اتنين زي بع يعني كانوا في عودة إلى الجاهلية هم عادوا إلى الجاهلية لقوا نفسهم استضموا بالجدار فعادوا إلى الإسلام اللي ربنا يرزقك به هو ده الصح اللي هيقيم التوازن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة نعم انت تصلي وهو يصلي ما فيش حد أحسن من حد نعم انت تزكي وهو يزكي نعم انت تصوم وهو يصوم انتو الاتنين تحجه نعم انتو الاتنين تتصدقه نعم ايه ده نعم بس انت يعني هيكون دورك في البيت شوية هتقول آه اهو هدي عيبه اه شميعنا نتخلوني في البيت شميعنا نتدوني المساحة دي اسألك سؤالة دكتور طار فضل الشاحنة الكبيرة اللي محملة أساس ومحملة خشب ومحملة المكان بتاع القائد فين في أولها صغير حتة دي حتة صغيرة في أول الشاحنة طيب هل المساحة الكبيرة للخشب هو للأساس أهم من الحتة دي لا هي الأهم هي الأهم هي الأهم تمام ولو لها مات حركة الشاحنة الرجل مع احترامنا الشديد قد يكون في الخارج يصنع الأساس يصنع الفخار أما أنت في الداخل فأنت تصنعين الرجال الله أكبر تصنعين النساء هو في حد بيصنع زيك هو أحسن مهندس بيصنع سيارة أنت بتصنع فارس أنت بتصنع بطل أنت بتصنع الطبيب والمهندس أنت تصنعين الدنيا من الداخل السفينة الكبيرة دي ما كان القبطان قد كده بس هو الأهم هو الأهم مصانع ورجال وإحنا مش عايزين برضو نيجي على الرجل مش عايزين إنما إحنا بنقول إيه إحنا هنا بنتكلم عن دور المرأة في الإسلام لما نزل الإسلام قال لها أمك قال له أمك 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 أبوك بس برضو عشان ما يقولوش إننا إحنا محملين قال له وأنت ومالك لأبيك خالص بقى هو ففي توازن في توازن ما فيش حد يجي على حد المخالفات اللي بتكلم عنها الأستاذة دي مخالفات فرضية مخالفات مجتمعية الإسلام بريء منها وسيحاسب عليها يعني مش يسيبها كده نعم فهنا لما نبص لمكانة المرأة في الإسلام ومكانة المرأة في القرآن ومكانة المرأة سورة النساء في السنة سورة في القرآن سورة النساء مريم السيدة مريم يعني بعض الناس يقول لك ما هو القرآن بتاعكم بيقول وليس الزكر كالأنسة نعم أو اللي هو بيتكلم عن مين نعم بيتكلم عن السيدة مريم طيب السيدة مريم دي وليس الزكر كالأنسة في الخصائص نعم انت عايزاها لما تقطع الآية من سياقها يختل المعنى صحيح أنا عايزاها تقوم على خدمة البيت المقدس من خدمة ومن طعام وشراب وتشير وتخدم وإحنا ينفع ناخد محمد من القاهرة وبعدين يتكلم في ليس الزكر كالأوثة تسمح لي ناخد لأستاذ محمد من القاهرة اتفضل معاناك يا صار شكرا السلام عليكم ازاي يا فضل الشيخ أستاذ محمد ربنا يا حفظك عامل الشيخ أكبر الشيخ بقولك إن يا بقي الشيخ عادي أقول رأي بحاجة طب اتفضل الوقت خاطب واحدة بس مشكلة نقل فيها نقل كلام معايا الشيخ أيوه طبعا نشي بتطور جهت لها تاني أنا أقولت برضا يا حاول برضا جربها تاني طيب طبعها ريش زي ما هو من حال أنا سيبها ولا لا يعني هي طبعها إن هي كثيرة نقل الكلام مش أمينة عليك ودايما بتنقل الكلام يعني لا أنا سيبها حاليا بأي سنة الوقت طبعا رجعت تاني هي أقولت برضا جربها طيب حاضر طيب حاضر يا أستاذ محمد حالا فضلت الشيخ هي جاوب حضرتك حاضر شكرا لمشاركتك يعني يشتكي أنه له خطيبة وعندها مشكلة بأنها كثيرة نقل الكلام وده بيثير المشكلات بين الأسر يعني أولا نذكرها بالله سبحانه وتعالى أن هذه تسمى نميمة فهي أكيد لو بتنقل الكلام خير ما كانش هيشتكي منها نعم فأكيد الكلام شر وهذه النميمة من الكبائر النميمة من الكبائر نعم وما خطورة الكبيرة خطورة الكبيرة أن جمهور العلماء على أن من أتى كبيرة في الدنيا لابد أن يزوق طعم النار يعني احنا ننصحه بأنه يديها فرصة ويأكد عليها ويوريها أو يعرفها لمشكلات ولا ينقطع ويجرب نصيبه بقى مع حد تاني احنا بننصحها هي الأول لله ونقول لها أن اللي بينئلي الكلام ده بيعذب في القبر ما بيستنوش عليه يوم القيامة أول ما بينزل القبر بيعذب إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس فأنت أخرتك وحياتك في كبائر وفي عذاب اتق الله سبحانه وتعالى احنا نسا عايزين نقوله حاجة تانية ولا ناخد هنقوله اصبر عليها وعلمها فإن أبت فطلقها يعني يوسط خطبته يسيبها دي خطبته لسه لو هي طبعها كده فر بجلدك لو تنضبط يديها فرصة معانا تسال الدكتورة أو الأستاذة ملك من الجيزة أم ملك من الجيزة أم ملك سلام عليكم مرحبا يا فندم أهلا وسهلا وطي وطي التلفزيون وكلمين من التلفزيون من التلفزيون حاضر وطي التلفزيون وكلمين من التلفزيون حاضرك أنا حضرتك بس أنا عايزة أكلم الشخص فضال في الإبن اللي بيقصع أبوه حاضر أنا بس عزاه وقعد وسامع دلوقتي ربنا يهدينا ويهدي حاضر حاضر حالا يا مملك نرد على حضرك حاضر هذا يعني تشتكي أن لها ولد يقاطع أبيه بيقاطعها مقاطع أبوه يعني الولد في شقاق مع أبيه نعم هذه طبعا مصيبة كبيرة الرحم تعلقت بالعرش نعم الرحم دي حاجة جميلة الألفة والمودة والرحمة بين الناس نعم وَلِأَنَّ اللَّهَ رَحْمَنٌ رَحِيمٌ يُحِبُّ الرَّحْمَةُ وَيُحِبُّ الرَّحِبُ نعم فالرحمة عملت إيه؟ والرحمة تعلقت بالعرش نعم طيب عايزة إيه؟ ماذا تصنع معا من قطعا أنا اللي بيقطعون قال أما ترضي أن أصل من وصلك يبقى في صلة بنا الله سبحانه وتعالى يحب من يصلك بينه وبين الذي يصل رحمه صلة الله أكبر علاقة نعم أما ترضي أن أصل من وصلك نعم وأن أقطع من قطعك قالت رضيته يا رب فقاطع الرحم نعم صلته مبتورة مع ربه نعم مقطوعة مع خالقه وواصل الرحم صلته موثوقة تصلة مع الله نعم سبحانه وتعالى لا رسالة ليه بقى فضلت الشيخ حالا دلوقتي رسالة ليه لأنه شايفنا ابننا شايفنا دلوقتي رسالة لحضرتك أنت ومالك لأبيك كل حاجة لأبيك هو سبب وجودك في الدنيا نعم وإن جاهداك هتقول لأ صلت أنت ما تعرفوش وبيعمل ويسوي ونزهئت وتعبت وإن جاهداك يعني عزبوك على أن تشرك بالله فلا تطعهما بس اعمل ايه؟ وصاحبهما وصاحبهما نعم في الدنيا معروفة عارف ليه؟ ربنا هيوصلك وهيبارك في عمرك وعملك ورزقك ويرزقك غرفة في الجنة الله أكبر كل ده جوائز والأهم من ده إيه؟ إن أولادك هيتحملوك مهما كانت فاترتك بعد كده الله أعلم ماذا خبأ لك القدر فيما بعد نعم فالله هتعمله مع والدك هيتحمل معاك فاصنع الخير وقدم المعروف وأنا بقول لك ارجع بوس إيد أبوك وبوس رجله واحترم نفسك مع أبوك عشان ولادك يحترموك صحيح قدم عشان تلاقي ازرع عشان تحصد صحيح وخلي بالك داين تدان الله ارجع بوس راس أبوك وبوس إيده وقوع تسمع كلام أصحابك أصحاب السوق اللي برا خلي بالك من أبوك أنا بقول لك معلش أنا جميل المكالمات لسه معنا مكالمة تانية معنا اتصال تانية يا شباب قبل دعاء من الجيزة تفضلي ساعم عليكم مرحبا يا فنم أهل المساعدة لا سمعت عايزة أكلم بالشيخ سامعك أوت فضلي لا سمعت يا سيخ باللوقتي أنا في الموسيكيلة معي وعايزة أخذ رأي حضرتك فيها طب هل هل تحب أن خلي فضلت الشيخ يعني الإخوة ادو لك رقم التليفون وبعد الحلقة تتكلم فيها ولا عادها على الهوى طيب ماشي من فضلكم من فضلكم أستاذنكم ادو رقم التليفون لها ماشي فضلت الدكتور وكلامنا كبير ولسه باتكلم على وضع المرأة في الإسلام وتكريم القرآن الكريم في سوره وفي آياته للمرأة ولسه ما تكلمناش عن وضع المرأة في السنة المطهرة والوقت بيجري بينا فنستكمل مع بعض ما كانت المرأة الجميلة والعظيمة في الإسلام المرأة طبعا لو تحدثنا عنها في الإسلام فهي تحتاج إلى صفحات وصفحات بل إلى مجلدات الله سبحانه وتعالى يزوج النبي نحن وقفنا عندي وليس تذكر كالأنثى ومش عايزني نخلي المشاهد يعني نعم عشان حيوة دي أول يعني بقى فيها نعم بيحسبوني بيحسبوني نعم آه بعد الهوى نعم فقام بعض الناس المعترضين يقول لك ما القرآن بيقول وليس تذكر كالأنثى نعم طب بالله عليك تعالى كده وقف واحدة وقف واحد هل الرجل زي المرأة في الشكل والهيئة والعضلات والعقل والكلام ده نعم طبعا دا نعم فبيقول من الناحية الايه نعم الجسمانية نعم من الناحية النفسية نعم من الناحية وبعدين لو هي هيخلقها مثل الرجل تماما بتمام ما يخليها راجل وخلاص نعم يعني اين وظيفة المرأة ستكون لو هي مثل الرجل تماما بتمام لكن هي السيدة مريم بتقولين انا كنت عايزاها تشيل مية بقى وتسقي الناس اللي بيصلوا وتجيب اكله وتعمل وتكنس وتخلط الرجال ما حدش الان عليها وليس الزكر كالانسة واني سميتها مريم طيب تؤم السيدة مريم دي تأتي لنا بمن الله اكبر هي دي بقى اللي القرآن قال عنها وليس الزكر كالانسة تأتي لنا نعم بعيسى عليه السلام عليه السلام نبي نعم ورسول صلى الله عبد الله نعم ورسوله نعم الذي ملأ الدنيا حكمة الله وملأ الدنيا نورا وملأ الدنيا معجزات وطاف في جنبات الأرض هذا النبي الذي رفع ولا يزال على قيد الحياة حتى يعود إلى أمة الإسلام مرة أخرى ليكون واحدا منها نعم دائب نعم السيدة مريم وحدها على فكرة بأعلى نعم نعم واللي في أب لا وحدها 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 نعم 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 فهذه هي المرأة التي قال عنها القرآن وليس الزكر كالأنسة نعم على فكرة ممكن تكون أفضل ممكن تكون الرجل أفضل نعم عشان كده القرآن نعم جه حسنة جه حسنة 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 لا فضل لعربي على عجمي ولا أحمر على أسود ولا 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 إلا بالتقوى إلا بالتقوى وعندنا أمثلة كثيرة جدا من النساء حول النبي كان لهم أدوار وكان لهم من المشاهد العظيمة وكيد حريك حتلق الضوء على يعني هذه العظيمات في الإسلام نساء حول النبي سيدة عائشة رضي الله عنها ورضاها زوجها ربها سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال لك إيه الحكمة يعني هذه الدعوة داخلية وخارجية النبي عليه السلام طلما هو بره مع الصحابة أبو هريرة يحفظ الحديث وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر ونعباس وفي الداخل النبي عليه السلام له عادات له سنن وله أحوال في الداخل فقامت عائشة رضي الله عنها بمكافأة الخارج بحفظ السنة في الداخل النبي كان بيخش إزاي بيأكل إزاي بيشرب إزاي بينام إزاي بيتعامل مع أهله إزاي النبي الوحي كان بيقوله إزاي وكان بيقابل الوفود إزاي إيه ده من أكثر الصحابة نعم حفظا ورواية للحديث نعم ستين عائشة جاءت لتحفظ السنة الداخلية فلما تقول إيه من أكثر الناس رواية للحديث أقول لك برا سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أبو هريرة والسيدة عائشة رضي الله عنها العالمة خذوا عن هذه الحميراء المحمرة الجميلة دي الله أكبر فما كانت السيدة عائشة نعم يعني جاءت من زواج الله سبحانه وتعالى لها من نبيه عشان تحفظ جزءا كبيرا من الإسلام نعم نعم كذلك حينما ترى السيدة أم سلمة الله أكبر يالله حلقوا نرجع إذا احنا رحينا مكة أو الكفار هيرجعونا لا يا رسول الله نحن نموت ولا نعود النبي عليه السلام كلمهم نعم وإذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان لأحد أن يختار أو أن يتشاور أو أن يتكلم طب نعمل إيه إلحقيني يا أم سلمة الصحابة أو أصحابي سيهلكون ليه كادوا أن يخالفوا أمر مش راضين يحلقوا مش راضين يرجعوا مصممين وهذا فيه هلاكهم أي نعم هم عندهم غيرة إزاي الكفار يرجعونا غيرة إحنا عايزين نروح البيت الحرام ما إحنا نموت شهدة السيدة أم سلمة تقول له إيه يا رسول الله إنهم يحبونك ويقتدون بك فحلق وابدأ فإذا رأوك تحلق ابتدروا طيب هنا بس الوقفة يعني هو سيدنا النبي بيشور على زوجته وياخد رأيها ما ليه هي دي الوقفة أرجو أن حدوك تأكد عليها المكانة دي في صورة في القرآن اسمها الشورة والشورة ما قالتش لا للرجل ولا للمرأة والنبي عليه الصلاة والسلام كان بياخد رأي السيدة أم سلمة ولما عمل برأيها أنقذ أصحابه جميعا من سقط الله سبحانه وتعالي كانت الغيوة بيشورها والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيخرج إلى غزوة أو إلى الحج كلنا عايزين نخرج معاك شمعنا طيب خلاص نعمل أرعة إيه دا أرعة واللي تطلع تيجي ما عنديش فسبحان الله المرأة في الإسلام لها حقوق وعليها واجبات مثل الرجل تماما وبعض المواقف الكثيرة حول النبي تؤكد على تقدير وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ومواقف ستنا خديجة أنا عايز أقول كلمة صغيرة نعم لما تعرف مكانتك عند ربنا دي كلها الله أكبر اوعي تخل فيه نعم اوعي تخل فيه بعد دا كله نعم اوعي تغضبيه بعد دا كله اوعي تطلع بشعر اوعي تتبرجي اوعي ما تصليش اوعي ما تصميش اوعي ما تحفزش على شريع ربنا ينفع بعد ما عملها زي الأمر والشمس والكواكب واسمعها من فوق سبع سماوات ونزل لها الشرائع وغير لها القوانين ينفع تزعله لا ما تزعله لو زعلتي عايز في دقيقة وعايز أقول يعني هذه المرأة إن كان لها يعني بقول له بقول له إن هن هن يعني يعني مصانع رجال نعم أنتن من تصنعنا القادة كان فيه نمازج صنعت أو عملت لنا شموس نوارية الدنيا في دقيقة نشوف مين من النساء قامت على تربية الرجال كان ليهم أنا مش هلاقي أفضل من السيدة خديجة نعم التي حفظت نعم رسول الله ودعوته صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا نعم مصنع صنع الدعوة والنور نعم إلى العالم نعم كذلك وإن نزلنا درجة نعم أم سيدنا الشفع تاخده من غزة وتجري به حتى لا يضع نسبه وتعلمه لحد ما يبقى شمس للدنيا نعم أم الإمام أحمد بن حنبل اللي قاعدت تغزل وتربيه لحد ما بقى إمام من أركان الأئمة الأربعة نعم أنا الحقيقة عمت شيخ الإسلام بن تيمية اللي ربته حفظته شمس الدنيا كله أمثلة كثيرة أنا الحقيقة عايز الكلام مع كتول وعايز نتكلم عن المرأة الأم والأخت والزوجة والحبيبة يعني هي ليست نصف المجتمع ولكن هي النصف والقائم على النصف الآخر نعم ودورها الكبير ولكن وقتنا خلص أنا بشكر فضيلتك فضيلت الدكتور فرج العدلي أسعدتنا بهذا اللقاء الله يكرم فارس من فرسان السحنة وأحد رجال الأزهر الشريف ربنا يحافظ ويبارك في الأزهر الشريف أعزائي المشاهدين في نهاية هذا اللقاء ومكانة المرأة بنقول لكل ست بتسمعنا أنت على الرأس ومكانك كبير وتقدير الدين والإسلام لك تقدير كبير بنشكركم على طيب المتابعة وبنوعدكم إن شاء الله بلقاءات ولقاءات مع هذا البرنامج الرائع برنامج هذا ديننا حتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال جدال فيه التواصل في الأمور ولا عتدال ديننا 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 ديننا